انتخابات ورئاسية أعلنها النظام السوري من جديد في بلاد تعيش عاماً آخر من الخوف ذات النظام الذي يشن حرباً على مواطنيه يدعوهم لممارسة حقهم بالترشح في الانتخابات المزمعة في أيار المقبل ولكي يكتمل المشهد كان لابد لرأس النظام السوري من منافسين حيث أعلن مجلس الشعب التابع له عن مرشحين اثنين تقدما في وقت لم يعلن بشار الأسد عن ترشحه حتى الآن وإذا ما ترشح الأسد نفسه للانتخابات وهو الذي يحكم البلاد منذ عام 2000 فإنه يكرر ذات سيناريو انتخابات عام 2014 والتي فاز فيها بأغلبية ساحقة أمام مرشحين اثنين الرئاسة أيضاً في انتخابات وصفتها المعارضة السورية بأنها ليست أكثر من مسرحية تؤكد بؤسه وانفصاله عن الواقع وبعكس العام 2014 وبفضل دعم روسيا وإيران وإثر هجمات واسعة مدمرة ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية تجري انتخابات الرئاسية اليوم بعدما باتت قوات الأسد والميليشيات الإيرانية تسيطر على ثلثي البلاد على المستوى الدولي أكدت واشنطن مسبقاً أن هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيها ولن تكسب النظام الأسد أي شرعية إذ لا تستجيب لمعايير القرار الدولي إثنين وعشرين أربعة وخمسين والذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد وهو منح عليه بيان مشترك فرنسي وألماني وإيطالي وبريطاني بضرورة مقاطعتها والتأكيد أنها لن تؤدي لتطبيع دولي مع الأسد في المناطق التي يسيطر عليها النظام يبدو أن الانتخابات الحالية لن تكتسب زخم سابقاتها وسط ارتفاع معدلات الفقر وانقطاع الكهرباء وندرة بالبقود وزيادة الغضب الشعبي ضد الحكومة ورأس النظام نفسه هذا الذي يعتبره على الجانب المقابل ملايين السوريين المشردين بالداخل والخارج مسؤولاً عما وصلت إليه سوريا من دمار ومجازر وضياع للسيادة ففي الوقت الذي يرشح بشار الأسد نفسه للرئاسة يحضر وزير دفاعه احتفالاً مركزياً بعيد جلاء السوري في قاعدة حميمين الروسية في اللاذقية في رسالة تشير بوضوح إلى المتحكمين الأساسيين في القرار في سوريا